تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة من سمو الشيخ سلطان بن حمد بن عيسى آل خليفة رفع فيها إلى سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله أسمى آيات التهاني وأجمل التمنيات بمناسبة مرور 21 عاما على إقرار ميثاق العمل الوطنية وأشهد سمو الشيخ سلطان بن حمد بن عيسى آل خليفة في هذه المناسبة بتواصل الإنجازات وصروح البناء والتنمية والإعمار التي تحققها مملكة البحرين في مختلف المجالات بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه سائلا سموه المولى يحفظ صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ويديم عليه موفور الصحة والسعادة لمواصلة تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه تلقى صاحب السمو الملكي العمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة من سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بمناسبة ذكرى الحادية والعشرين لإقرار ميثاق العمل الوطني وأكد سمو نائب رئيس مجلس الوزراء في البرقية أن هذه المناسبة الوطنية المجيدة تجسد الرؤية السديدة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بما حظيت به من التفاف واسع وجامع من كل أبناء مملكة البحرين مشيرا إلى أن هذه المناسبة الوطنية العزيزة تحل علينا في ظل ما تشهده المملكة من إنجازات في مختلف المجالات بفضل الرؤى الملكية السامية والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لكافة جهود العمل الوطني